اشتركوا في القناة يعني موت الناس من الخوف وكل صار يحلم فيه والناس عايشة برعب وهلع وموضوع الساحة الكل بيحكي عنه الكل بيسأل عنه ما ظل حدا إلا دخل وحكي عنه اللي بفهم واللي ما بفهم فلكي تبعدين شيخ كبة تبعين الشدة تبعين التاروت تبعين البلورة كل الدنيا إيش صارت يعني ما شاء الله يعني من الآخر جابتنا الحلقة الأخيرة احنا من وراه هذا الفيروس طيب بيسألني كثير من الأشخاص طبعا أنا كنت رافض أن يعلق على الموضوع هذا نهائيا ولكن من كثرة الأشخاص اللي صارت سألتني عن موضوع كورونا والخوف منه والخطر منه شو أسبابه هل هو سببه فلكي هل موضوع العلاقة بالفلك هل واضح أنه هذا الفيروس رح يسبب لنا كارثي أو يسبب لنا مشكلة إيش تتوقع بالنسبة للفيروس كل هذا إن شاء الله رح أجاوبك وعليه ببساطة انسوا أني أنا طبيب ما أشي لحد الآن أحنا بدناش نحكي في الطيب أنا أنا طبيب حطني على جنب هيك بدناش نحكي بشكل علمي بدناش نحكي إحنا أول إشي بشكل فلكي أنا في توقعاتي بتاعت السنة بتقدروا ترجعوا لها يعني لسه موجودي ملهاج عكم من شهر يعني موجودة على القناة قلت إنه في إشي رح يصير أو عنف أو هلع أو خطر رح يتشكل هذا من شهر اثنين من نهاية شهر اثنين اللي هي زاوية التربيع اللي بتكون منفصلة ما بين زحل وأورانوس هدولة الزاوية اللي رح تتشكل هاي زاوية التربيع هذا كوكب نحس اللي هو زحل معلم الصارم وذلك كوكب المفاجآت بيجيب أشياء مفاجئة وبتطلع بثورة عنيفة جدا لدرجة إنه الكل بخاف من الأحداث القادمة وهي زاوية لسه للعلم ما تشكلت يعني لسه هاي احنا رايحين بأوجها يعني أوجها في نهاية شهر ثلاثة ولكن هذا اللي بيصير حاليا هو بدايتها يعني بداية الأحداث اللي قاعدة بتصير زحل معروف عنه إنه هو إلو علاقة في الأمراض المستعصية والأمراض المزمنة وخصوصا إنه موجود في الجدي اللي إلو علاقة في هذه المواضيع كمان فهذا الأمر يعني رح يحدث نوع من أنواع القلق أنا ما قلت إنه والله فيروس يعني في توقعاتي ما قلت إنه فيروس ورح يطلع ويموت الناس ويحصد الأم ويظلش غير اللي بيحكوا فيديوهات أنا علقت عليهم وحاولت إني استهزأت فيهم وحاولت إني أوصل لكل معلوم إنه هذا الموضوع يعني تأخذوش فيه كثير ولكن للأسف الشديد إنه دائما لما بتكرر الشغلة كذاب يعني هذا بكذب الكذبة وهذا برجع بكذب الكذبة وهذا برجع بكذب الكذبة الإنسان العادي يعني آخر يش بيصدق يعني بيقول لك ثلاثة كذابين أربعة كذابين عشرة كذابين وإنت الصح ما مستحيل بتزبطش يعني فما بالك إنه كل الأم كذابة وأنا الوحيد اللي قاعد بحكي فمعناته أنا الكذاب بدي أطلعهم هم مصدقين ماشي خلينا عاد هسا نستدرج بعض الأحداث يعني يجوا أول ما حكوا حكوا عن كورونا قالوا إنه سنة 2020 لأنه كل سنة بتبدأ في عشرين فهي يعني فيها كارثة الطاعون والفلونزة اللي حصدت الأمة والجذري والحصبة كلها أجت في عشرين عشرين أولا ولا وحدة فيهن أجت في عشرين عشرين ارجعوا إنتوا للوثائق تسمعوش فيديو وتأخذو إنه الفيديو هذا مصدق ارجعوا إنتوا تبعبشوا على الوثائق بتلاقوا إنه هاي صارت في ثمانتاش هاي صارت في ستعاش هاي صارت في اثنين وعشرين هاي صارت في سبع وعشرين بس يعني إحنا الإفراط ما منحبهاش منشي الإفراط ومنحط الجمع يعني بدل منقول إحنا الف وثمانمية وثمانتاش لا الف وثمانمية وعشرين عشان تركب المعادلة ليش الإفراط فكله بسوق لحاله اللي صار يا جماعة الخير هذا الفيروس بالمختصر باللغة العامية باللغة البسيطة اللي الكل يفهمها الفيروسات زيه زي أي فيروس من فيروسات الفلو الإنفلونزا فيروسات الإنفلونزا بتتشكل هذا الفيروس إنه هو بتجدد في الجهاز المناعي بغير تكوينه بغير شكله السبب إنه هو مش إنه مش موجود الفيروس هذا من زمان موجود يعني الكورونا من زمان موجودة مش أول مرة بتظهر على الساحة ومش هس سسموها كورونا الفيروس هذا موجود من قديم الزمان والكل بعرفه طبيا إحنا منعرفه ودارسين ومنعرف شو هو ولكن هذا الفيروس على طريق الظهور بالفترة هاي عليها علامات استفهام كبيرة إنه ليش صارت الضج عليه ليش صار الإعلام مسلط عليه ليش صارت الحرب الإعلامية عليه هاي أبعاد سياسية إحنا ما رح ندخل فيها ولكن هو كفيروس هذا الفيروس موجود وصاب أشخاص في كل الدول وفي ناس عاشت من هذا الفيروس وفي ناس طابت من هذا الفيروس وفي ناس ماتت من هذا الفيروس إنفلونزا الخنازير معروف إنفلونزا الطيور معروف كل هاي الأمراض معروفة مش إشي طفراء إجت جديدي فيروس إحنا ما بنعرف عنه إجا فجأة احتل الساحة التسويق الإعلامي الآن دحكي أنا كطبيب التسويق الإعلامي لهذا المرض صار الزيادة عن اللزوم يعني صارت حرب إعلامية دول معينة هدفها تدمير دول معينة بسبب هذا الفيروس الفيروس هذا ما بيشكل هالخطر ما بيستاهل الهلع اللي الناس عايش فيه لأنه هي بتتابع الأخبار أنا بدي أعطيكو بعض المعلومات بتقدروا أنتوا ما تأخذوا فيها مسلمات مني بتقدروا أنتوا تبحثوا عنها في يعني مواقع لمركز الصحة العالمي لدراسة الأمم المتحدة للشغلات اللي زي هيك للوفيات للأمراض للكوارد للشغلات اللي زي هيك موجودة فيها هاي الحسابات اللي أنا رح أحكي لك يعني بدنا نحكي قدش ماتوا صاروا من فيروس كورونا يعني خلال هالشهرين هدولا عطوني رقم يعني ألف ألفين خليهم خمسة عشر ألف خمسة وعشرين ألف شو رأيكم نقول خمسة وعشرين ألف صاروا واحد مية يعني ماشي طيب تعرفوا أنتوا أنه في أشياء ثانية الناس بتموت منها أعلى من هذا الرقم بكثير بالشهر يعني أعطيكم مثال الأسبرين أسبرين أسبرين مميع الدم اللي كثير الناس بتأخذه تعرف أنت أنه شهريا بموت ميتين وخمسين ألف شخص شهريا من ورا هذا الأسبرين الأخطاء الطبية اللي بتصير اللي هي خطأ طبي أو تشخيصي أو أنه صار ملاش يجي واحد يقول لك أنت الطبيب بتظرف الطباط لا ممكن التهاب يصير من تعقيم أو خلل تعقيمي أو تشخيصي أو شغلة زي هيك بتعرفوا كم يموت عشرين ألف شخص شهريا طيب بتعرفوا أنت الأنفلونزة هاي على أشكالها الأتش وان وان والإنفلونزة العادي والإنفلونزة الطيور والخنازير بتعرفوا كم يموت منها الأنفلونزة ككل ثمانية وثلاثين ألف شخص بموت شهريا الأيدز بموت تسعة وأربعين ألف شخص شهريا حوادث السير تسعين ألف شخص بموت شهريا أمراض القلب اللي أن الناس تستهين في هاي الأمراض بموت مليون شخص شهريا إيش يعني كورونا من هذا الموضوع وين راحت كورونا من هذا الموضوع موضوع كورونا صار حرب 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 إعلام حرب بتتسلط الإعلام عليه على دول معينة عشان تمرير صفقات معينة والناس ملتهي فيه إشي اسمه هاي العصفورة تطلع على العصفورة أنت بتلتهي وهو بكون بسرق في شغلات ثانية أو بعمل في أشياء ثانية بمرر صفقات ثانية بمرر أمور ثانية هاي كلها أمور نصيحة حاولوا إنكم ما تفكروا فيها كثير وما تخافوا منها كثير وما تهلعوا منها كثير يعني فيه فيروس فيه فيروس أنا ما بنكر وجود الفيروس أوكي ولكن إنه مش بهالخطر وهالزخم اللي بتطلب منه الإعلام إنه يوصل لك يا الإعلام بده صيغة يحكي فيها بده موضوع يحكي فيه فما بهمه أنت خفت ما خفتش المهم إنك تابعته وقدش جاب مشاهدات وقدش حدا تابعه وقدش حقق من وراء الخبر هذا النتائج وشو وصل يعني فيه سياسات كبيرة بتلعب على هذا الموضوع طيب نحكي هسا من ناحية طب إيش الأهم الأشياء أنت علشان أنت تدير بالك من فيروس كورونا غسل إيديك منيح حاول على فيتامينات معينة إنك تركز عليها ولوهو فيتامين دال والزينك هذو الأهم إشي إنك أنت تأخذهن فيتامينات البي وفيتامينات السي ما عندك إيش حط في جيبتك شوية اللوز اللوز الحلو هذا زينك وفيه أنتيهستامين برضو الأنتيهستامين معالج لينفلو فعشان هيك أنت برضو بتقدر أنت تستخدمه نوع منه مضادات التحسس وفيه نسبة زينك عالي يعني أنت بتقدر تدبر حالك في هاي الأمور موضوع أنك أنت تخاف وبدك كمامات أنت بتعرفوا اليوم أنا تفاجأت في الأردن الكمامة الكمامة هاي الخضرة اللي بتنحط على الوجه اللي ثمنها عشر قروش أردني اليوم وصل ثمن الكمامة تجاوز الدينارين والدينارين ونص تعرفوا أنه في كمامات هاي تستخدم لحالات الطوارئ ثمن الكمامة خمس دنانير قاعد الكمامة هاي بتنباع بعشرين وخمس وعشرين دينار لأنه ما فيه كمامات ليش الخوف هذا كله ليش وربنا لو أراد أنه يصيبك بهذا المرض هاي كمامتك بدها تمنعك اهدوا وتخافوش وترتعبوش والله السنة اللي صارت فيها والله أنه السنة اللي صار فيه انفلوانزا الطيور وكل الأم ذبحة الطيور اللي عندها قسما بعزة الله أكثر أيام أكلنا فيها جاج في حياتنا في بيتنا صرنا نعمل مشاوي كل يوم جاج لأنه الناس بتأكلش جاج إحنا صرنا نأكل جاج يا جماعة الخير ما تخافوه يعني ربنا لطيف بالعباد ومش الأمر بالتهويل اللي أنتو بتسمعوه وأسأل الله إنكم تظلوا بصحة وسلامة وأنه هالخوف هذا كليات يعني يطلع من قلوبكو والأمر مش بحاجة لا ترجعوا لفلان ولا فلان ولا هدا يسفقلكو على هاي ولا هدا ينظرلكو على هاي الأمر كله إن شاء الله عابر وبتنتهي أموره كلها أمور سياسية وانتو بخير إن شاء الله إيكم نكون انتهينا من حلقتنا أسأل الله إنه أكون وفقت بتوصيل الرسالة لألكو يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء